أي عمل في الدنيا مهم جداً عشان ينجح لازم يكون فيه متابعة ورقابة بكل خطوات هذا النجاح ما بالحضراتكم لما تبقى الدولة نفسها معنية بمتابعة البرامج والخطط الحكومية وتنفذها على الأرض دي حاجة في غاية الأهمية عشان يبقى فيه نوع من التجويد وتحسين الخدمات المقدمة بشكل لائق للمواطن ده كله لصالح المواطن والصالح بلدنا الهدف دايماً بيكون ضمن تحقيق الأهداف والمشروعات اللي بيتم الأعلان عنها وده اللي بيخلي المتابعة والرقابة عنصر أساسي جداً في تعزيز الشفافية والمسائل يمكن ده هو الدور الأساسي اللي بيقوم به البرلمان البرلمان هو صوت المواطن وصوت الشعب وليه دور كبير جداً في متابعة ومراقبة كافة المشروعات والقوانين على الأرض طبعاً ده دور مهم جداً عشان نقدر أن نحن نحسن ونطور في السياق ده مجلس النواب أعلن مبارح أنه هيستقنف جلساته الأسبوع اللي جاي وكان مكتب المجلس قال أنه هيتم الاستماع خلال جلسات البرلمان الأيام الحد والاثنين والثلاث لبيانات ثلاث وزراء هم وزراء الزراعة والتموين والتربية والتعليم وده لعرض خطة وزارتهم ببرنامج الحكومة ده فعلاً بسانت البداية هتكون من يوم الحد اللي جاي إن شاء الله وزير الزراعة السيد علاء الدين فاروق هيقدم قدام النواب كده بيان شامل زي بيقولوا كده كشف حساب عن خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتنفيذ المشروعات الزراعية المستدامة كمان هيعرض الوزير خطة لتنفيذ الأهداف اللي حددتها وزارة الزراعة المرحلة الجاي يوم الاثنين بعد كده هيكون وزير التموين تحت قبة البرلمان الدكتور شريف فاروق اللي هيقدم استراتيجية وزارة التموين لضمان الأمن الغذائي وتحسين جودة السلع الأساسية اليوم التالت هيكون موجود فيه وزير التربية والتعليم السيد محمد عبداللطيف هيعرض خطة تطوير التعليم والموضوعات الخاصة والدقيقة المتعلقة بملف التعليم في مصر طبعاً اللقاءات دي بتبقى مهمة جداً للنواب وتبقى فرصة حلوة قوي أنهم يقدروا يتعرفوا على كل استراتيجية للوزارات دي وأهدفها وخططها عن قرب مش بس من خلال ممثلين من الوزارات لكن من خلال المسؤول الأول في الوزارة وهو الوزير بنفسه عشان كده حضور الوزراء التلاتة للبرلمان الأسبوع اللي جاي هيكون فرصة كبيرة جداً ومهمة جداً لمجلس النواب أنه يناقش فيها السياسات المطروحة ويقدم التوصيات اللي بتقدر أنها تضمن تحسين الخدمات للمواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذه القطاعات حوار مهم جداً ما بين نواب الشعب والمسؤولين في الحكومة المصرية والمسؤولين التلفدين ده مهم جداً وفي النهاية ده بيكون في صالح المواطن المصري من حضور الوزراء يا بسانت الخبر تاني معنا مهم جداً في صباح الخير يا مصر النهاردة خبر مهم هنتكلم عنه اللي هو الخاص بالمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان اللي أعلن وزير الصحة خالد عبدالغفار مجموعة كده من الأرقام المهمة جداً عن هذه المبادرة من أهم هذه الأرقام أن هذه المبادرة بداية جديدة بتقدم حوالي أكتر من 55 مليون خدمة من وقت انطلاقها وده رقم الحقيقة يعني كبير جداً وضخم جداً وبيبين كمان قد إيه المجهودات الكبيرة والضخمة اللي بتبذلها الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة لكل الناس وكمان تقديم خدمة طبية لائقة لكل المصريين رقم كبير جداً يا محمد ومهم قوي خصوصاً لما نعرف ونسمع أن خلال الأربع تيام اللي فاته بس تقدمت أكتر من 9 مليون خدمة مش بس خدمات صحية لكن كمان في تمكين المرأة في دعم الشباب وتوزيع سلع غذائية ده غير الندوات التوعوية اللي استفاد منها آلاف من الناس وده بيوضح أن المبادرة مش بس مركزة على جانب واحد لكن كمان شغالة في كل المجالات وفي كل الاتجاهات تقريباً سواء بنتكلم عن دعم مادي تمكين اقتصادي أو حتى رفع الوعي كلها مجهودات متكملة بتكمل بعض عشان نقدر أن احنا نضمن للناس أفضل حياة كريمة يعني مبادرة تانية لكن دخل أكيد فيه بناء الإنسان لكل الفئات المستحقة يا رب دايماً بلدنا من أحسن لأحسن ويا رب دايماً كده بنطور وبنحسن وبنشوف مجهودات كبيرة جداً بتنفذ على أرض الواقع واصلة لمستحقيها وده أهم حاجة مرة تانية بنصبح لحضراتكم وأهلاً بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر